اشتركوا في القناة القصة الاولى هي قصة رجل يدعى ماكبه ارتقى لعرش اسكتلندا بارتكابه جريمة في عام 1039 ميلادية وحكم بوجه عام بعدل وحكمة لمدة 15 عاما او يزيد وهذه القصة جزء من التاريخ الاسكتلندي اما القصة الاخرى فمصدرها شيء اسمه الخيال انها قصة كئيبة ومدهشة في الوقت نفسه وهي ما ستسمعونه اليوم في هاته السطور قبل عام او اثنين من حكم الملك ايدوارد المعترف لانجلترا تحقق النصر في معركة من اسكتلندا ضد ملك النرويجي على يد قائدين هما ماكبه وبانكو بعد المعركة صار القائدين معا باتجاه فوريس حيث كان دانكن ملك اسكتلندا ينتظرهما وبينما كان يعبراني ارضا معشوشبة منعزلة رأيا ثلاثة نساء ذوات لحي وقد كنا اخوات تمسك كل منهن بيد الاخرى وكان يبدو عليهم الضعف والذبول وكانت ملابسهن غريبة سأل ماكبه تحدث من تكن قالت المرأة الاولى سلام يا ماكبه يا اميرة جلامس ثم قالت الثانية سلام يا ماكبه يا اميرة كودور ثم قالت الثالثة سلام يا ماكبه يا من ستكون يوما ملكا سألهن بانكو وماذا عني وأجابت الثالثة أنت ستكون أبا الملوك قال ماكبه زديني بيانا أعلم أنني بموت أبي قد أصبحت أميرة جلامس ولكن أميرة كودور ما زال حيا ومالك ما زال على قيد الحياة وأبنائه كذلك إني أمر كنا أن تفصح كان ردهن هو الاختفاء كما لو أنهن قتل شين فجأة في الهواء أدرك بانكو ومكبه أن هؤلاء النسوة ما هن إلا ساحرات وكانا يناقشاني نبوئتهما عندما اقترب منهما نبيلان شكر الأول مكبه باسم الملك على انتصاراته إلى عسكرية في حين قال له الثاني وقد أمرني بأن ألقبك بأمير كودور ثم نمى إلى علم مكبه أن الرجل الذي كان يحمل هذا اللقب بالأمس سوف يقتل لأنه متهم بالخيانة ولم يستطع أن يمنع نفسه من التفكير وقال لنفسه قالت للساحر الثالثة ستكون يوما ملكا ثم قال بانكو ألا ترى أن الساحرات قد صدقنا فيما تنبأنا به بشأني ألا تأمل إذن أن يغد أبنائك وأحفادك ملوكا وقد رأى بانكو أن من الخيانة أن يأمل أن يحكم ابنه فلينياس اسكتلندا قال لمكبه إن الساحرات ربما يردن إغوائهما للوقع في الخطيئة بنبوئتهن المتعلقة بالحكم لكن ماكبه ظن أن النبوئة الخاصة بكونه سيصبح الملك صارة جدا بحيث لا يمكن أن يحتفظ بها لنفسه لذا ذكرها لزوجته في خطاب كانت الليدي ماكبه حفيدة ملك اسكتلندا الذي مات دفاعا عن التاج ضد الملك الذي حكم قبل دانكن والذي أمر بقتل أخيها الوحيد وكان دانكن يذكرها بأشهاء مريرة وكانت تجري في عروق زوجها دماء ملكية ولذا عندما قرأت خطابه صممت على أن يصبح الملك وعندما جاءها رسول يخبرها بأن دانكن سيبيت ليلة في قلعة ماكبه أخذت على عاتقها تنفيذ عمل خبيث للغاية قالت لمكبه بمجرد أن رأته أن دانكن يجب أن لا يرى شمس صباح الغد كانت تقصد أن دانكن يجب أن يموت وأن الموت لا يرون قال لها مكبه بتوتر سنعود سنعود إلى هذا الحديث لحقا وفي الليل أخذ يتذكر الكلمات الطيبة التي قالها عنه دانكن ولم يرد أن يقتله قالت له الليدي ماكبه هل ستعيش جبانا؟ وبدأ أنها كانت تظن أن الفضيلة والجبن شيء واحد رد ماكبه أنا أجرأ على ما يليق بالرجل أن يعمله ومن جرأ على أكثر فليس برجل سألته بحدة لماذا إذن كتبت ذلك الخطاب لي؟ وبكلمات ساخرة حرضته على القتل وبكلمات ماكرة أردته كيف يفعل هذا؟ بعد العشاء ذهب دانكن لكي ينام وكان هناك حارسان على باب غرفة نومه جعلتهما الليدي ماكبه يشربان الخمر حتى ناما من فرط السكر ثم استولت على خنجريهما وكانت ستقتل الملك بنفسها لو لأن وجهه وهو نائم كان يشبه وجه أبيها جاء ماكبه فيما بعد ووجد الخنجرين ملقيين بجوار حارسين وبعد فترة قصيرة عاد إلى زوجته ويداه ملطختان بالدماء وقال لها خيل إلي أن هاتفا كان يصرخ بي لن تدوق المنام إن ماكبه قد قتل النوم قالت له اغسل يديك لماذا لم تدع الخنجرين بجوار حارسين أعيدهما ولطخ الحارسين بالدم رد ماكبه أنا لا أجرؤ على فعل ذلك كان لدى زوجته الجرأة على فعل ذلك وعادت إليه ويداها ملطختان بالدماء مثل يديه لكن قلبها كان أقل لينا وأخبرته بما فعلت بفخر إذ كانت تحتقر خوفه سمع القاتلان طرقا على الباب الخارجي وكان ماكبه يأمل أن يستطيع هذا الطرق إيقاض الميت كان الطرق هو ماكدوف أمير فايف الذي طلب منه دانكن زيارته في وقت مبكر ذهب إليه ماكبه وصحبه إلى باب غرفة الملك دخل ماكدوف الغرفة وخرج منها وهو يصرخ يا للفضاعة يا للفضاعة يا للفضاعة بدأ ماكبه مفزوعا تماما مثل ماكدوف وتظهر بأنه لا يستطيع تحمل رؤية قاتلي دانكن أحياء فقتلهما بخنجريهما حتى لا تتاح لهم الفرصة لإثبات براءتهما لم يفزع هادان القاتلان مما فعله وتوج ماكبه ملكا في مدينة سكون وذهب أحد ابني دانكن إلى إيرلندا والآخر إلى إنكلترا وأصبح ماكبه الملك لكنه لم يكن سعيدا فقد كانت النبوءة الخاصة ببانكو تشغل تفكيره فإن كان فلنياس سيحكم فإن ابن ماكبه لن يحكم لذا قرر ماكبه قتل بانكو وابنه استأجر اثنين من الأشرار لتنفيذ هذه المهمة مما أدى إلى قتل بانكو في إحدى الليالي وهو في طريقه مع فلناس إلى مأدبة أعدها ماكبه لأتباعه من النبلاء في حين هرب فلناس في هذه الأثناء كان ماكبه وزوجته الملكة يستقبلان ضيوفهما بترحاب شديد وأخذ يعبر لهم عن أمنية ظل يرددها آلاف المرات منذ بداية اليوم هنيئا مريئا أيها الصحب وصحة للجميع قال له نبيل اسكتلندي يدعى لينوكس هل تتفضل جلالتكم بمجالستنا؟ لكن قبل أن يجيب ماكبه دخل شبح بانكو القاعة وجلس في مكان ماكبه قبل أن يلاحظ ماكبه الشبح أشار إلى أنه لولا غياب بانكو لقال إن قصره جمع تحت سقف واحد كل من هم سبب فخر اسكتلندا لكن ماكبه كان قد رفض دعوته باقتضاب طلب مرة أخرى من الملك أن يجالس نبلاءه وأشار لينوكس الذي لم يكن شبح بانكو مرئيا له إلى الكرسي الذي كان الشبح جالسا عليه لكن ماكبه بعينيه الثاقبتين رأى الشبح والذي كان على هيئة ضباب ودم فسأل ماكبه بانفعال من منكم فعل هذا؟ كان ليزال الشبح غير مرئي لأحد ما عدا ماكبه لذا قال له لن تقدر أن تقول إنني أنا الذي فعلتها اختفى الشبح وكان ماكبه وقحا بما يكفي ليشرب النخب فرح الذين على مائدة كلهم ونخب صديقنا العزيز بانكو الذي نفتقده بينما كان النخب يشرب دخل شبح بانكو للمرة الثانية صرخ ماكبه قائلاً اذهب اذهب أنت لا إحساس ولا إدراك لك فلتخفك الأرض أيها الشبح المريع مرة أخرى لم يكن أحد سواه يرى الشبح سأل أحد النبلاء أي شيء ذلك الذي تراه جلالتكم؟ لم تكن الملكة لتسمح بأن يعطي ماكبه إجابة على هذا السؤال لذا ترجت ضيوفها بسرعة أن يترك زوجها المريض الذي كان من المحتمل أن تسؤى حالته إذا أجبر على الحديث لكن ماكبه كان في اليوم التالي في حالة طيبة بحيث ذهب ليتحدث للساحرات اللائي جعلناه يحيد عن جادة صوابه وجد الساحرات في مغارة في يوم عاصف وكنا يدرنا حول مرجل كنا يغلين فيه أجزاء من العديد من المخلوقات الفضيعة والغريبة وكنا يعرفنا أنه قادم إليهن قبل أن يأتي قال لهن الملك أجبنني على ما سألت سألته الساحر الأولى هل تريد أن تسمع الجواب منا أم من سادتنا رضا مكبث إدعيهم حين إذن صبت الساحرات دما في المرجل وشحما في اللهيب الذي كان يلعقه وظهر رأس بخقدة وكان عليه قناع بحيث كان مكبث يمكنه فقط رؤية العينين كان يتحدث إلى الرأس عندما قالت الساحرة الأولى بجدية إنه يعلم ما تفكر فيه وصدر صوت من الرأس يقول مكبث إحدر ماكدوف أمير فايف ثم أخذ الرأس ينزل إلى المرجل حتى اختفى قال ماكبث متوسلا كلمة أخرى أرجوك كلمة أخرى ردت الساحرة الأولى لن يستمع لك ثم صعد من المرجل طفل متوج يحمل شجرة في يده وقال ماكبث لن يقهر أبدا حتى تسحف غابة بيرنام العظيمة نحوة النسيان العالي قال ماكبث لن يكون ذلك أبدا ثم سأل إن كان نسل بانكو سيحكمون يوما اسكتلندا اختفى المرجل في جوف الأرض وسمع صوت موسيقى ومر بجواره صف من الملوك الأشباح وخلفهم كان شبح بانكو ولاحظ ماكبث أن كل ملك منهم كان به شبه من بانكو وعدهم فكانوا ثمانية ثم فجأة وجد نفسه بمفرده كان مسعاه التالي هو إرسال أشخاص لقتل ماكدوف في قلعته لكنهم لم يجدوا ماكدوف وسألوا الليدي ماكدوف عنه ردت عليهم ردا لاذعا ووصف سئلها ماكدوف بالخائن فصرخ ابن ماكدوف الصغير قائلا إنك تكذب فقتل الطفل على الفور وطلب من أمه وهو يلفض أنفاسه الأخيرة أن تهرب لكن القتل لم يترك القلعة إلا بعد أن قتلوا كل من كانوا فيها كان ماكدوف في إنكترا يستمع مع مالكوم لقصة طبيب عن علاجات وضعها الملك إدوارد المعترف عندما جاء إليه صديقه الروس ليخبره بأن زوجته وأبنائه قد قتلوا في البداية لم يجرء روس على قول الحقيقة ولكن عندما قال مالكوم إن إنكترا سترسل جيشا إلى إسكتلندا لتحارب ماكدوف كشف روس عن الأخبار التي كانت فيه جعبته وصاح ماكدوف قائلا هل قلت إنهم كلهم قتلوا؟ كل أبنائي الصغار وأمهم؟ هل قلت كلهم؟ كان أمله الحزين هو الانتقام لكن إذا قدر له أن ينظر داخل قلعة ماكبث على تل دينسيان لكان رأى هناك قوة أكثر مهابة من الانتقام فقد كان القصاص يقوم بدوره هناك إذ أصيبت الليدي ماكبث بالجنون لقد كانت تمشي في نومها وسط أحلام مخيفة واحتادت غسل يديها لمدة ربع ساعة في المرة الواحدة لكن حتى بعد كل هذا الغسل كانت لا تزال ترى بقعة دم حمراء على يدها وكان من المثير للشفقة سماع قولها إن كل العطور العربية لا تستطيع تطهر يدها الصغيرة سأل ماكبث الطبيب أما بوسحك أن تداوي ذهنا عليلا لكن الطبيب رد بأن مريضته يجب أن تداوي نفسها كان رد ماكبث هو ازدراء الطب إذ قال ارمي الطب إلى الكلاب إني أرفضه في أحد الأيام سمع صوت نساء يبكين جاء إليه أحد الضباط وقال له الملك يا مولاي قد ماتت تمتم ماكبث قائلا ألن طفئي أيتها الشمعة القصيرة وكان يعني أن الحياة ما هي إلا شمعة تكون تحت رحمة نفخة خفيفة لم يبكي إذ أصبح معتادا على الموت فجأة أخبره رسول أنه يرى غابة بيرنام تتقدم نحوهم سبه وقال عنه إنه كذاب ووغض وهدده بالإعدام إن كان مخطئا ثم أضاف إن كنت صادقا فلن يهمني لو أعدمتني أنت رأى من نوافذ برج قرعة دينسيان غابة بيرنام بالفعل تبدو كأنها تتحرك كان كل جندي من الجيش الإنجليزي يرفع فرع قطعة من الشجرة في هذه الغابة وأخذوا يتسلقون تلة دينسيان كأشجار بشرية كان ليزال مكبث محتفظا بشجاعته وذهب لحارب حتى ينتصر أو يموت وأول شيء فعله هو قتل ابن القائد الإنجليزي في قتال فردي حينها شعر مكبث أن لا رجل يمكن أن يبارزه ويبقى على قيد الحياة وعندما جاء إليه مكدوف متلاهف للأخذ بالثأر منه قال له مكبث توارى من أمامي فلقد أرقت بالفعل الكثير من دماء أهلك رد مكدوف إن سيفي أفصح مني وهجم عليه وطلب منه الاستسلام قال له مكبث لن أستسلم لكن كانت قد حانت لحظة موته فخر صريعا كان رجال مكبث قد انسحبوا عندما جاء مكدوف إلى مالكوم يحمل رأس الملك من شعره قال سلاما أيها الملك ونظر الملك الجديد إلى الملك القديم وهكذا حكم مالكوم بعد مكبث وفي السنوات التالية حكم أحفاد بانكو ترجمة نانسي قنقر